من جديد نعود إلى الناصرية مدينة البطولة والرجولة والإصرار الناصرية التي عانت على مدى عقود طويلة من الزمن من الحرمان ومن التهميش ومن قلة الخدمات في ذاك الزمان الذي مضى وفي هذا الزمان الذي نعيشه تعودنا دائماً أن يكون في حياة الإنسان إصرار الإصرار على إنتاج قيمة الإصرار من أجل المجتمع الإصرار من أجل النجاح الإصرار من أجل رعاية الأسرة الإصرار على حماية الوطن وهكذا الناجحون دائماً عندما تقرأ في مقدماتهم وتقرأ في تواريخهم تجد أن هؤلاء الناس يتمتعون بالإصرار لأنه هو المقدم الحقيقي لأي نجاح ولكن الإصرار الذي نعنيه هنا هو عندما تحكم العقل في تحقيق ما تصب إليه ولكن هناك آخرين أو آخرون يسرون باتجاه عكسي لأن هؤلاء قد غابت وغيبت عقولهم فعندما يبقى حزب أو شخص أو كتلة أو فئة أو منظومة تصر على القتل فما الذي تريد أن تصل إليه وهذا الذي يحصل في الناصرية إلى الآن حينما نعد شهداء الناصرية يصلون إلى مئة وعشرين شهيد طيب هذا القتل بهؤلاء لماذا يصرون على القتل هؤلاء القتل والشعب هناك يصر على الحياة يصر على أن يأخذ حقوقه وهذه الحادثة الأخيرة التي حصلت في الناصرية لناشطين سجاد وباسم تجبرنا على أن نعود مرة أخرى لنناقش هذا الملف لماذا كل هذا يحصل في الناصرية وقلناها مرارا ونكررها أكثر من مرة إياكم وأن غضبت الناصرية الزلم البناصرية استثناء لأنهم فوق الرجولة وفوق التحدي وفوق الإصرار وقدر الناصرية في كل الأزمنة إنها معارضة مقاومة لكنها عندما تعارض وعندما تقاوم فهي تعارض وتقاوم بالعقل والمنطق معتم طلبات بها ترف ولا طلبات كمالية وردنا من الحكومة تسمع وردنا من الأحزاب أن تتعلم شيء هذه الأسلحة الخائبة التي تستخدم ضد الناس أو الأطراف التي تستخدمها ضد الناس ضد أهل الناصرية هذه لن تكون مجدية ورب الكعبة فسيأتي يوما رصاصاتكم بأيديكم ستخترق نحوركم